السلام عليكم وبركاته اهلا بكم في فيديو جديد من سلسات تحقيق البيانات على الاكسل مبادئ power query او pqb الفيديو ده pqb05 الفيديو السادس هنشوف ازاي ممكن نستخدم power query عشان نستخرج بيانات المبيعات من قاعدة بيانات موجودة على الاكسل هنشوف فيتشورز كتيرة وحاجات كتير ممكن نعملها بعد ما نجيب البيانات من الاكسل زي مثلا اني اضيف عمود جوة الكويري علشان احسف فيه ارادة المبيعات هنشوف ازاي نعمل لودنج لأول مرة للكويري جوة ال data model بدل ما كنت بعمل لود في table او في pivot table لا المرة دي هواديها على data model وحنشوف ازاي ان سرعة تكوين تقارير لما يكون الكويري بتاعتي loaded data model بتكون اسرع بكتير هنقدر كمان نستعرض البيانات بتاعتنا جوة ال power pivot editor وحنشوف اكتر من 3 مليون رو موجودين على ال power pivot او على ال data model هنستخدم كمان ال dax formula عشان نحسب بعض المعادلات البسيطة زي انا اعمل اجمالي المبيعات او اجمالي الكميات هنشوف كمان ازاي ممكن اعمل pivot table based على ال data model واعمل تقرير المبيعات بتاعي لو عايز تشتغل معايا وانت بتفرج على الفيديو او حتى لو عايز تتدرب بعد ما تشاهد الفيديو ممكن تنزل تحت في ال description هتلاقي لينك ممكن تستعمله عشان تعمل download لل excel workbook اللي انا هشتغل عليه كمان لو لسه مشترقتش في القناة لو سمحت استخدم زر subscribe واستخدم زر الجرس كمان علشان يجيلك notification لما نعمل فيديوهات جديدة وقبل ما نروح على ال excel تعالى نشوف ال access نشوف ال database اللي انا عايز اعمل عليها connect او اعمل extraction ال data بتاعتها عن طريق ال power query زي ما انت شايف انا عندي جهة database دي 3 tables table اللي اسمه products لو فتحناه هتلاقي اكواد ال products وحتلاقي ال category والاسم والسعر حلاقي table تاني اسمه region هتلاقي فيه اسامي ال regions والاكواد بتاعتها والtable التاتو هو الاهم ال table اللي فيه بيانات المبيعات هتلاقي فيه الكود بتاع المنتج وكود بتاع region وتاريخ البيع وحتلاقي كمان الكمية المباعة والdiscount لو بصيت هنا حلاقي عندي حوالي 3.145.000 رو موجودين في ال table ده وده اللي انا عايز استخدمه عشان اطلع من تقرير المبيعات وعشان احسب كمان قيمة البيع اللي مش موجودة هنا لكن اقدر احسبها عن طريق ال quantity وعن طريق ال discount وعن طريق زي ما انت شايف ال product موجود فيه ال price طيب لو انا بصيت على ال relations اللي موجودة ما بين التابلز دول لو فتحت هنا كده ال relations الموجودة هتلاقي اني في relation ما بين sales t او sales transactions عن طريق ال product id مرتبط بالتابل بتاع ال products وعن طريق ال region id مرتبط بالتابل بتاع ال region هنروح بعد الوقتي على ال excel ونشوف ازاي ممكن اعمل extraction لل data دي جوه ال power query طالما هشتغل على power query وهجيبي البيانات بتاعتي من بره ال excel فانا هبدأ على طول من book one او من excel sheet فاضية خالص وحروح على ribbon بتاع data وعلى الشمال حلاقي منطقة get and transform او المكان اللي فيه ال power query المرة دي هروح على get data وحاختار from database وحلاقي عندي from microsoft access database هاختارها هيفتح لي البروزر وحيقول لي فين المكان بتاع الفايل اللي انت عايزه ده ال access database اسمها sales db هاختارها وحقول import هيفتح لي ال navigator بتاع ال power query وزي ما انت شايف هلاقي عندي الثلاثة tables اللي شفناهم في ال access product و region و sales t من هنا اقدر اخليه اختار multiple selections اقدر اقول له اختار لي الثلاثة ولو عملت كده هعمل لي ثلاثة query وكل query فيها table لوحده بس انا مش عايز اعمل كده انا عايز اختار بس sales t اول ما هقف عليها المفروض ان هو يعمل لي preview لل data في المكان اللي على يمين ده دي ال data بتاعتنا زي ما انت شايف وزي ما انت شايف بعد كده لقت two columns تانين حيسمها product و region رغم من ال table الاصلي ما كانش موجود فيه اتنين دول طب انا هنعرف لازمتهم ايه و جمليه دلوقتي حالا تعالا نقول transform data عشان يفتح لنا ال power query author ونبدأ نشتغل ال power query author فتح قدامنا هلاقي عندي على يمين في ال applied steps هلاقي خطوطين اول واحدة source وزي ما انت شايف كان جايب لي الثلاثة tables بعد كده navigation لما اخترت sales t هتلاقي انا فتح لي sales transactions وادي الفيلز بتاعتنا اول حاجة product id بعد كده region id وادي التاريخ بعد كده quantity وبعد كده discount وحتلاقي بعد كده two columns ما كانوش موجودين في ال table الاصلي واحد اسمه product واحد اسمه region تفتكر كان عندي انا ثلاثة tables لو رجعت تاني هنا هوا هلاقي ده table الاسمه region وtable الاسمه product ودول كان فيه relation في ال database الاصلية ما بين sales t والtwo tables دول فلما اخترت sales t table هو الواحد وادري سانس ان كان فيه relation موجودة وجاب لي two columns بيمثله two tables التانيين بمعنى ايه ان انا اقدر استخرج كمان معلومات من بقية ال database حتى لو انا شغال على table واحد منهم فلو فتحت مثلا هنا لو دوست على expand button ده فتحته من هنا هتلاقي كل الفيلز اللي كانت موجودة في table بتاع sales product او product table وانا محتاج اختار منه بعض المعلومات عشان اكمل database بتاعتي او اكمل table بتاعي وابدأ اعمل report اول حاجه هانتشك use original column name as prefix وكمان انا مش محتاج ااخد كل الفيلز انا محتاج بس price والcategory والproduct ال id مش محتاجه موجودة عندي فهقدر ادوس على اوكي هتلاقي بيعمل لك expansion هتلاقي زود لك 3 column اسامي الفيلز اللي انا اخترتها زي ما انت شايف product وcategory وprice بس product سماه product.one ليه لان طبعا حضرتك هناك column اسمه product فمنفع معرفش ادي اسم جديد من نفسه فاده product.one لكن انا ممكن اروح هنا على formula bar وغيره زي ما انت شايف كده اعمل edit من هنا واشيل .one دي باداية كده هو backspace وenter حلاقي اسم ال column اتغيره باسمه product نفس الكلام ممكن اعمله في ال region column ده لو فتحت expand button حلاقي انا ممكن اجيب sales region او ال region id فانا محتاج بس ال region فهاختار بس ال region وطبعا هشيل use original column name as prefix ودوس على اوكي حلاقي زود لي column وسمى region.one نفس الكلام اقدر اروح على formula bar وخلي الاسم اللي هو اختاره region بس ودوس enter حلاقي الاسم هنا بقى region انا كده تمام جبت كل البيانات اللي انا محتاجها فاضلي بس ان انا احسب sales زي ما انت شايف انا اللقتي بقى عندي price اللي جبته من ال table اللي اسمه product وعندي قبل كده موجود حاجة اسمها ال discount وعندي ال quantity لو ضربت الثلاثة فبعد اقدر احسب ال sales revenue فهعمل ايه حروح على add column وحروح على custom column حيفتحي ال window بتاعة ال custom column واقدر احسب او ازود عمود جديد واحسب فيه اللي انا عايزه اول حاجة حادي اسم وسميه مثلا sales revenue وحروح على منطقة بتاعة الفومولا دي انا محتاج اول حاجة ال quantity هنزل اجيب ادي خد بالك على يمين كل ال columns اللي موجودة فاول واحد ال quantity هختاره وادوس على insert ضفولي في الجنب اللي على الشمال هنا بعد كده هستعمل ال astric بس مجرد عملية ضرب بسيطة هاضربه في ايه طبيعي هاضربه في price هختار ال price وinsert وبعدين هعمل ضرب تاني المرة دي بقى في one minus discount هفتح bracket one minus وهختار discount ممكن double click على طول هتروح هناك واقفل ال bracket وادوس على اوكي هلاقي ضفلي على يمين هنا column جديد وسمى sales revenue زي ما انت شايف كده التابل بتاعي بقى في column جديد محتاج بس ازبط ايه محتاج بس ازبط ال data type هنا abc123 يعني هو مش عارف ايه دي بالزبط عاملها اني تمشي رقم وتمشي تكست فمحتاج اختار من هنا على طول اقوله لا انا عايز ده لو سمحتي بقى decimal number ممكن مثلا ازبط ال discount هلاقي حاجة اسمها مثلا percentage فاخليه percentage ده افضل محتاج برضو ازبط ال date وال time انا محتاج مش محتاج ال time محتاج بس اخليه date حقف هنا واخليه date انا عارف ومتأكد اني كنت مستخدم ال date sequence بتاع الايام والشهور والسنين كنت بادق بليوم بعد كده الشهر بعد كده السنة فمحتاج اتأكد ان الكويري شغالة بنفس الطريقة فحروح على file ومن file هروح على option and settings وهاختار query option وهروح عند حاجة اسمها regional settings وهاختار حاجة تكون ماشية بنفس الترتيب اكيد مش english united states لان united states دينا بيبدأ بالشهر فمحتاج اختار مثلا english united kingdom وادوس على okay فكده مش هيحصل لي مشكلة مع التاريخ هيكون ماشي معايا بشكل كويس التابل بتاعي دلوقتي جاهز اقدر ابدأ اعمل load هروح زي ما احنا فاكرين من home وهروح على close close and load to هيقفل الكويري editor وهيفتح لي ويندو صغيرة ويسألني عايز تعمل loading فين احنا شفنا قبل كده loading لتابل وشفنا loading لpivot table طبعا ممكن اعمل pivot table على طول مفيش مشكلة اذا اعمل report بتاعي بشكل مباشر لكن اعايزك تجرب تعمل load المرة دي للdata model طب مش موجودين هنا وفل اربعة options دول مزبوط ممكن تختار only create a connection معنى كده مش هتلود في اي حتة جوه الاكسل اللي انت شايفه ولكن هعمل check على البوكس الصغير اللي تحت ده واقول له add this data to the data model ودوس على ok اول ما هعمل كده هيفتح لي على طول queries and connection pane اللي عليمين وحيبدأ يعمل loading data وحيبدأ يرص او يلود التلاتة مليون records اللي موجودين في sales t table دلوقتي التلاتة مليون row خلاص هصل لهم loading زي ما انت شايف هنا كتب لي 3 مليون 145 ألف rows loaded معنى كده ان كلهم دلوقتي موجودين في data model صحيح اخرت بتاعة 4 دقايق عشان تعمل loading لكل الديتا دي ولكن هتشوف بعد كده وانت بتعمل pivot table الموضوع هيبقى اسرع بكتير طيب قبل ما نعمل pivot table ونعمل report عايزين بقى نتفرج على الديتا دي جوه data model اقدر اعمل كده من مكانين يا اما من الديتا ريبن هروح على حيات اسمها data tools وهلاقي الايكون الاخضر ده ممكن ادوس عليه حيفتح لي على طول الpower pivot editor او ممكن اروح من power pivot هلاقي هنا في الريبن حاجة اسمها power pivot وده add in ممكن تنزله على طول تنزله منين لو رحت على file ورحت على options ورحت على add in وبعد كده نزلت تحت على حاجة اسمها manage هتلاقي حاجة اسمها com add in لو قلت جوه هيفتح لك الحاجات اللي ممكن تعملها من com add in فهتختار microsoft power pivot for excel انا قوليه طبعا ما اختاره فمافيش مشكلة ممكن تعمل check عليها واوكيه هيفتح لك الpower pivot ribbon انا موجودة عندي اولادي هدوس على manage زي ما اتفقنا زي ما انتشافها manage وتحتيها data model هتلاقي بيفتح لي window جديدة ويندو جديدة دي هي دي الpower pivot editor وزي ما انتشاف ده ال table بتاعك اهو ال data الموجودة ال columns الخضرة دي هي ال columns اللي جاية لك وممكن انت تزود columns لو انت عايز وكل table موجود في tab وادية عدد ال rose زي ما انتشاف 3.145.000 طبعا مش هنتكلم بالتفصيل على الpower pivot editor ولكن كل ممكن انهولك ال data بتاعتك موجودة هنا ممكن تتفرج عليها بس ما تداش تغير فيها ممكن تزود columns وعندك المنطقة اللي تحت دي بعد الخط grade ده المنطقة دي بيسموها measure grade ودي اللي ممكن تعمل فيها tax calculations بتاعتك طيب هل انا محتاج اعمل tax calculation اه ممكن نعمل اتنين سراع كده عشان بس نشوف الموضوع بيشتغل ازاي ممكن اعمل calculation ل total sales revenue واعمل calculation ل total quantity طيب عشان اعمل measure احط فيه sales revenue انا مش مرتبط بمكان معين في اي حتة جوه measure grade اقدر او formula grade ممكن احطه في اي حتة فممكن اختار هنا مثلا المنطقة دي ويئما اروح على formula bar زي ما بنعمل في ال excel يئما اكتب بشكل مباشر طب هكتب ايه اول حاجة لازم ادي اسم للمasure فهسميه مثلا total revenue بعد كده اعمل نقطتين واقل بعد النقطتين واقل دول اقدر ابدأ احسب الفورمولا بتاعتي فانا مسلا عايز اجمع sales revenue فكل اللي هعمله هكتب sum وزي ال excel بيعمل لك assistance بيديك الفورمولا زي الموجودة اللي ممكن تستخدمها فيها حروف ال sum فهي انا خلاص كتبت sum ممكن ادوس tab فهيفتح لي اقواس اخد بالك انا هنا ما عنديش sale reference انا هنا عندي بس tables فانا ال table الوحيد اللي عندي اسمه sales table ابدأ باسم ال table فكتبت هو sa بدأ يكتب لي sales t sales t sales t و ادي اسامي الفيلز اللي جواه فانا هختار هبدأ بال revenue فهي اختار sales t sales revenue column بس لو علمت عليه و اعملت tab هتلاقي كتبه لك فوق وتقفل ال bracket زي sum بالزبط و ادوس على enter هتلاقيه بيعملك الماجر بتاعك هو الوقتي كده بيحسب لو اسعت هنا عشان نشوف الرقم هو ده فعلا الاجمالي العام ممكن بقى اعمل number formatting هنا ولو عملت number formatting هنا ده هيفضل مكمل معاك هيروح معاك في اي مكان واي pivot table هتحط في الماجر ده هتلاقيه معموله الفورماتينج دي طب ده ممكن اختار له مثلا currency فنختار english not states دي currency و ممكن اخلي الاشيل decimal places 192.44 اهو تمام و قابليها dollar sign عايز طب اعمل total quantity زي ما بقولك مش مرتبط بمكان محدد ولكن مثلا انا افضل خليهم تحت بعض فحبدأ هنا اعمل major تاني هسميه total quantity نقطتين واقل و sum زي ما عملنا وهاختار sales t اهو والمرة دي هنزل اللي هو بالاسهم لغاية quantity واعمل tab واقفل ال bracket و enter تمام حسب لي total المرة دي ممكن اعمل southern separator وشيل بس decimal places نفس الكلام الفورماتينج ده بقى موجود لو عايز ممكن ازود major 3 وسميه average price مثلا نقطتين واقل وكل اللي هعمله ان انا عايز اقسم المجر الاولاني على المجر التاني فلو عايز اكتب مجر على طول ممكن افتح ال bracket المربع ده square bracket على طول عندي اهو جاب لي المجرز اللي عندي هاختار total revenue واقسمه على total quantity و enter كده خلاص اسمهم لك على بعض ممكن على طول number formatting سريع انت كده جاهز تقدر تعمل pivot table طيب الوقتي ال data model موجود وادي المجرز بتاعتي طب انا عايز اروح بقى ال excel واعمل report خد بالك ده غير power query editor انا ممكن اتواجل ما بين الاثنين ممكن عادي alt tap وممكن عن طريق الماوس اروح ما بين وااجي ما بين الاثنين مفيش مشكلة ولكن افضل لو انت قررت انك تشتغل على ال excel انك تقفل هنا خلاص هيبقى افضل و more stable انك تشتغل على الاثنين parallel ممكن تلاقي بيعمل اخطاء ولو عايز تعمل save بتسيف من ال excel مرة واحدة خلاص ما عندكش مشكلة بتستخدم السيف العادي خالص اللي في ال excel مفيش مشكلة طيب الوقتي انا عايز بقى اعمل pivot table قدامي two options يقيم اقف هنا واقول له pivot table هيوديني على ال excel على normal window بتاعت ال excel ويعمل لي pivot table او ممكن اقفل ده خالص مفيش مشكلة هو بيعمل save من ال excel واروح عادي خالص على insert واقول له pivot table عادي خالص او حتى استخدم ال shortcut alt n v هيفتح لي ال window بتاعت create pivot table وهو الواحده هتلاقيه اعلم على use this workbook data model هو عارف ان انت مش مختار حاجة فاكيد انت عايز data model وهو عارف ان فيه data model دلوقتي موجود فما فيش مشكلة رحلك عليها على طول وانا عايزه في ال existing worksheet فهدوس على اوكي هتلاقيه على طول فتح لك بس خد بالك السرعة فتحه لك بمنتهى السرعة مفيش مشكلة خد بالك لما تلاقي بقى العلامة دي اللي هي علامة data base ال table و data base دي معناها انه ده جاي من data model او table ده ال source بتاعه هو data model تعالى نعمل report سريع جدا اول حاجة هاخد ال revenue تعالى نحطه في ال values زي ما انت شايف جاي لك الرقم formatted على طول اعمل كده نفس الكلام في ال quantity حط ال quantity نفس الكلام جات لك formatted وادية cd ال average price مفيش اي مشكلة تعالى ناخد حاجة زي ال category ونحطها في ال rose حاجة اجاب لك كل category بالمبيعات بتاعته وال quantity وجاب لك ال average price عايز مثلا تعمله بالسنين تعالى ناخد date ونحطه فوقهم اقدر اعمله grouping هعمل right click واقول له group وانا عايز اعمل grouping بالyear تمام عندك اهو year report 2016 و17 و18 تعالى ناخد منه copy زي ما انت شايف السرعة وانت شغال مختلف خالص على انت تكون واخده من ال power query direct على pivot table تعالى بقى المرة دي برضو نفس ال report ولكن بدل ما انا كنت عامله بال category تعالى ناخد ال regions مكان ال category فبقى عندك report تانى للمبيعات السنوية بال region زي ما انت شايف 3 مليون رو بتعامل معهم منتهى السهولة بضيف معادلات احنا اخدنا مثالين بوساط جدا على ال dax formulas طبعا ممكن تعمل حاجات اكثر تعقيدا اعتقد الموضوع سهل جبت البيعات من access database عملت عليها شوية transformation زودت معلومات عملت حسبة جوا ال power query بعد كده روحت data model وعملت شوية calculations تانين وبعد كده عملت pivot table في منتهى السرعة زي ما انت شايفت عام مع ارقام خد بالك اي تحديث او اي حاجة هتحصل في ال access ومجرد انك تروح تعمل refresh لل pivot table هتلاقي كل التعديل جالك في ال pivot table بتاعك شكرا جدا لوقتكو واتمنى تكونوا استفدتو وقبل ما سيبك لو لسه ما اشتركتش في القناة لو سمحت اعمل subscribe واعمل like للفيديو لو عجبك واسب لي تعليق عشان بستفيد جدا من تعليقاتكو واشوفكو في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته